السهل الخير وأهلاً وسهلاً بحضراتكم على شاشة الأهلي في السادسة يوم مهم جداً على كل المستويات سأكوننا منتكلم على المواجهة المنتظرة الأهم الأكبر الأصعب مصر في مواجهة المغرب بكرة إن شاء الله بإذن الله في بطولة أمم إفريقيا وزي ما كنت مع حضراتكم في الحلقة اللي قبل مطش كوديفار وقلت إن أنا بتفائل رغب إن الفرقة الحقيقة كبيرة جداً ومقدمة بطولة أرواع ومقدمة دور أول دور مجموعات في منتهى القوة خلاها واحد من أقوى المرشحين لكن أنا قلت إن أنا متفائل بمواجهة مصر وكوديفار لأن الأفيال دايماً والشوم حلو علينا في 2008 كسبناهم وحققنا البطولة في 2006 قابلناهم في النهائي وحققنا البطولة في 2008 قابلناهم تاني في قبل النهائي وكسبناهم بنتيجة كبيرة جداً أربعة واحد وبرضو حققنا البطولة عشان كده كنت متفائل جداً وقد كان ما كانش التفاؤل لكن كان رهان على لعبتنا قبل ما تكلم على كيروش وعلى الجهاز الفني اللي بعتقد إنه إلى حد كبير أجاد ويمكن تكون أفضل مباراة لعبها منتخب مصر تحت خيادة كالوس كيروش هي مباراة الأفيال خصم قوي خصم في منتهى الصعوبة منتخب الحقيقة كان كله نجوم ما أداشت أستثني حد يعني في المقدمة طبعاً تقلق شديد جداً لمحمد الشناوي طبعاً نجم منتخب مصر والنادي الأهلي إنني ظهر بصورة ولا أروع ونتمنى سباة المستوى إنني اللي ظهر في ماتش كوديفور لو موجود يلعب أساسي على أي حد في منتخب مصر وكمان الحقيقة لازم أحط فيه القايمة محمد عبد المنعم الصعد الوعد اللي بيلعب مباراة أصعب بكتير جداً من أي نجم كان موجود في المستطيل الأخضر لعيب خبرته الدولية تكاد تكون منعدمة بيلعب فيه دور إغسائي نوكاوت بيبقى ليها حسابات تانية وبتمسل ضغط على اللعيبة بيلعب قدام منتخب ملعر تييل قدام خط هجوم ناري يكاد يكون الأقوى في بطولة أمم إفريقيا ومع ذلك الولد الحقيقة أجاده كان قد المسئولية نقول كمان عمر السلية نقول كمان عمر كمان عبد الواحد كلهم كانوا نجوم فوق العادة وإن كان المنتخب المصري كله نجوم زي ما قلت لحضراتكم لا نستثني أحداً السؤال الأهم والسؤال الأصعب هو المغرب بكرة هنعمل إيه؟ وخصوصاً كمان أنه مستوى طموحات الجمهور المصري ومستوى ثقة الجمهور المصري في منتخبه زاد بشكل كبير جداً بعد مطش الأربع نتمنى ما تكونش صدفة نتمنى أكتر أنها تكون بداية مشوار جديد للمنتخب لغاية لما نوصل للحظة إن شاء الله اللي نوصل فيها كاس العالم بكرة فيه سؤالين مهمين جداً على كارلوس كيروش أنه يجاوب منهم وخليني أطرح برضو السؤال على حضراتكم وأقول لكم من وجهة نظركم طبعاً تشكيل منتخب مصر هل تتوقع تغييرات على تشكيلة منتخب مصر قبل مواجهة المغرب؟ وإيه هي من وجهة نظرك؟ وسريعاً كده خليني أقول لحضراتكم أنه في مركزين لم يتم أمرهم بعد حتى اللحظة المركز الأول هو قلب الدفاع اللي تقلق فيه محمد عبد المنعم والمفاضلة هتكون بينه وبين الوينش اللي رجع دخل في التدريبات وبيشارك في اللحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها في التدريب الأساسي والأخير لمنتخب مصر يرجع الوينش ولا يكمل عبد المنعم ده سؤال على كارلوس كيروش أنه يجاوب عليه وأعتقد أنه هيجاوب عليه بعد مشاركتهم في تمرينة النهاردة المركز الثاني وده الحقيقة اللي سؤال صعب جداً وكان الله في عون الجهاز الفني هو غياب حمدي فتحي اللي تأكد عن المباراة مين يكون البديل وعلى حسب البديل وعلى حسب أراء حضراتكم هنعرف شكل المنتخب بكرة هيكون هجومي ولا هيميل أكتر لأنه يكون تفكير دفاعي من قبل كارلوس كيروش أنا أتمنى أحمد سيد زيزو وأحمد سيد زيزو ليس المفروض أن يعدك أحمد سيد زيزو لازم يبدأ المباراة من أولها مقدم بطولة كويسة جداً مع منتخب مصر في البطولة العربية وقدم أوراق اعتماده بشكل كبير ولد حقيقة إمكانياته عالية جداً وهيلة جداً وعنده شخصية المنتخب المصري فأتمنى أنه بكرة تكون البداية بزيزو بس خليني أسمع رأي حضراتكم قبل ما أدخل في العنوين بكرة مباراة مهمة جداً 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 مش عشان هي مباراة للأهلي في كاسر ربطة ولكنها الاختبار الأخير المحك الأخير قبل التوجه لأبوظبي قبل التوجه للمشاركة في بطولة كاسر عالم الأندية وهي مواجهة الأهلي والبنك الأهلي وخصوصاً أنها بتأتي بعد ما خسر النادي الأهلي مباراته الأخيرة في بطولة كاسر ربطة أمام سموحة بنتيجة 3-0 اللي زعل الجماهير مش النتيجة واللي زعل الجماهير مش الخروج من البطولة أو عدم المنافسة يعني على اللقب لكن اللي زعل الجماهير شكل النادي الأهلي مستوى النادي الأهلي شخصية النادي الأهلي اللي كانت غيبة آه طبعاً فيه غيابات فرقة كاملة تقريباً غيبة لكن في النهاية احنا بنقول أنه فترة طويلة جداً ما كانتش النجوم الفريق الأول بيظهروا فيها كنا متوقعين أن عودتهم تدي رسالة اطمئنان للفريق قبل ما نسافر وللجمهور طبعاً قبل ما نسافر ونروح بطولة كاسر عالم الأهلي للأسف شديد جداً بيواجه ظروف سيئة جداً 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 على كل المستويات في بطولة كاسر عالم لأن ديوها البطولة خلينا متفقين هي البطولة الأهم بالنسبة لجماهير النادي الأهلي حتى ولو ما كانش عندنا القدرة على أن احنا نحسم اللقب على أقل تقدير كانت طموحات الجماهير السنة دي أن احنا نروح لأبعد من الإنجازين الأهم اللي حققناهم قبل كده تحقيق البرونزية في نسختين من كاسر عالم الأندية وكان عندنا مع بداية الموسم أحساس قوي أن فريقة الأهلي السنة دي تقدر تعمل ده ولكن طبعاً زي ما قلت لحضراتكم التوقيت في مقدمة الظروف الصعبة اللي بيوجهه النادي الأهلي التوقيت تعقف فيه النشاط المحلي باستثناء اللهم طبعاً كاسر ربطة اللي حتى تعامل معها ميستر موسيماني على أنها فرصة لتجربة الشباب وفرصة لإعطاء راحة للكبار الظرف التاني هو الظرف الأصعب طبعاً الغيابات احنا نتكلم على إصابات بالجملة أخيرها طبعاً نجم الفريق بيرسيتاو اللي بشكل تقريباً شبه نهائي تأكد كمان غيابه عن سكواد الأهلي في بطولة كاسر عالم الأندية عشان يتضاف اسمه على اسم بدر بنون عشان يتضاف اسمه على اسم أكرم طفيق واللعيبة اللي بقول حضراتكم عليها لعيبة مهمة جداً تقدر تقول عليهم ركائز أساسية صحيح الأهلي ما بيقفش على لعب لكن أعتقد التلاتة دول تحديداً ونتمنى إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله لسه الموقف عشان برضو أنا ألاقي كلام على السوشال ميديا كتير الشناوي وحمدي فتحي إن شاء الله يعني يقدر يرجعوا مرة تانية ويكونوا موجودين مع الفريق في بطولة كاسر عالم الأندية إن شاء الله في حالة تمام شفاءهم على كل أحوال النهاردة معنا ثلاث ضيوف من العيار التقيل معنا الصفقة الأهم كانت واحدة في زمن غير الزمن واحدة من أهم الصفقات واحدة من أغلى الصفقات في صفوف الأيسي ميلان هيكون معنا جوفاني انتيني نجم الميلان ونجم منتخب إيطاليا عايش رفنا في السادسة بتصريحاته وكلامه ورأيه فيما يتعلق طبعا بالكلش السندي فيما يتعلق بمنتخب إيطاليا فرص أهول كاسر عالم ويهمنا كمان نسمع رأيه في جايز الدبست وفي فكرة عدم فو الصلاح باللقب السندي هيشرفنا كمان نجم من نجوم المغرب في السادسة يوسف حجي طبعا نجم المغرب ونجم ران الفرنسي واحد من الأسماء اللي كانت مهمة جدا في الكرة المغربية عشان نتكلم معاه على مباراة بكرة وهيشرفنا في الستوديو هنا نجم من نجوم نادي الأهلي كابتن رمضان نتكلم معاه على مطش بكرة لأنه مطش بكرة في حالة حيرة سواء كنت بكلم طبعا على مطش منتخب المصري أو حتى على مطش منتخب النادي الأهلي في مواجهة البنك الأهلي في آخر محطات كأس الرابطة خليني أخذ لحضراتكم للعنوين وبعد كده ندخل في التفاصيل البداية مع المنتخب الوطني اللي بيختتم تدريباته اليوم قبل مواجهة المغرب في ربع نهائي الكان كيروش يدرس تواجد محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي أمام أسود الأطلسي والخطيب يعتذر عن عدم حضور نهائي كأس الأمم الإفريقية الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي في آخر بروفا قبل ممديال الأندية وإصابة بيرسي تاو بتمزق في العضلة الأمامية وتشيلسي يراقب موقف ليفر بول لضم صلاح من جديد طيب خليني أقول لحضراتكم بداية عشان أنا نسيت اسمه برضو مهم جدا لازم أتكلم عليه في البداية وتقلقه كان سبب برضو مباشر في وصول مصر لمواجهة المغرب هو أبو جبل اللي نزل في توقيت صعب جدا خدوا بالحضراتكم أولا طبعا الشناوي عامل جيم ولا أروع يعني تقريبا يعني يحسب للشناوي 85 دقيقة شل فيها هجوم الأفيال بشكل أكتر من رائع الحقيقة حدث المرمى لما ينزل في مباراة نوكاوت مباراة صعبة جدا يمثل منتخب بلده طبعا في بطولة مهمة جدا ونزل في آخر 4-5 دقائق من الشوط من الوقت الأساسي بيبقى هنا عليه ضغط رهيب جدا آه هم 5 دقائق بس ممنوع تماما منوع منعا بدا أنك تستقبل هدف لأنه هدف هدف ذهبي يعني الكودفور لو سجلت هدف في آخر 5 دقائق هيبقى صعب جدا على المنتخب الوطني أنه يرجع في المباراة مرة تانية فده يعتبر بمثابة هدف ذهبي لو دخل فيك الجندة وانت الحارس البديل هتشيل الليلة فده ضغط كبير جدا على أبو جبل ضغط نفسي وعصبي كبير جدا لكن الولد الحقيقة نزل وأجاد في الخمس دقائق وأجاد بعد كده في الأكسرا تايم وكان سبب كمان في أنه يكون عنصر الحسم في ضربات الترجيح اللي وصلت بيها مصر لمواجهة المغرب في أبو جبل الحقيقة برضو من لعيبة أنا قلت طبعا أنا مش عايز أنسى حد أنا بقول كل لعيبة منتخب مصر أنا راهنت قلت لو في رهان هنا في سادسة قلت لو في رهان على مشوار مصر في أمم أفريقيا هيكون قلتها بونتها الصراحة هيكون رهانة على رجالتنا وقد كان مش على الجهاز الفني أنا بالنسبة لي كارلوس كيروش لسه لغاية اللحظة ما قدمش أوراية اعتماده طبعا يحسب لي أنه بعت عن الاختراعات والافتكاسات والابتكارات اللي كان بيحاول أنه هو يطبقها مع منتخبنا وأثبتت فشلها الزريع يحسب لي أنه رجع مرة تانية لكن بصمات مدرب مدير فني بحجم كارلوس كيروش لسه ما شفتهاش عنده بعد أبو جبل عنده في اختبار المغرب امتحانين صعبين الامتحان الأول يكمل بعبد المنعم الولد الحقيقة يعني ما شاء الله شخصية محترمة جدا لعيب ولد عملاقا زي ما بيقولوا مش عايز أكبر فيه قوي ومش عايز نم عشان إحنا عندنا ساعة كده لما بننفخ الناس بالله أخطاء ملهاش تازمة لكن الحقيقة بداياته مباشرة محدش يقدر يختلف ثقة في نفسه وعنده قدرة كبيرة خدوا بالكم مهارات المدافع تختلف بشكل كبير جدا عن المهاجم يعني فكرة التوقع فكرة الإراية إراية الجملة من أولها عالية جدا عند عبد المنعم فهل من الممكن أنه يكمل عبد المنعم ولا الوينش نرجع له مرة تانية والوينش طبعا العيب مهم جدا ومقدم مستويات أكتر من رائعة طبعا الإصابة هي اللي حرمته من مشاركة في مطشاط المنتخب الأخيرة الجزء التاني خاص بنص الملعب حمدي فتحي والأسف شديد أنا يعني طبعا مهند لشين أنا من العيبة اللي نديت حقيقة وقدم ياخد فرصة مع منتخب مصر بس طبعا خبرته الدولية في مطش زي المغرب أعتقد مش في صالحه قوي وبالتالي السؤال هنا هتلعب بمين الراجل بيفكر في اسمين في ظني يا أحمد سيد زيزو يا أيمن أشرف وده هيرسم بشكل كبير جدا ملابح الخطة أو الطريقة اللي هيلعب بيها كالوس كيلوش قدام المغرب هيلجأ أكتر للتأفيل ونلعب جيم دفاعي ونعتمد فيها على المرتدات زي ما عملنا في أوقات كتيرة جدا مع كودفور وكانت خطيرة وكان ممكن نخلص وبالمناسبة رسالة لمهاجمي منتخب مصر وعلى وجه الخصوص مصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد صلاح المطشط الكبيرة اللي من النوع ده بتخلص من فرصة واحدة بتهيئ لأن مستويات التركيز كانت بعيدة جدا جدا علينا في مباراة كودفور نتمنى نتمنى إن شاء الله تكون حضرة قدام المغرب وبالمناسبة اللي قدر يعدم الأفيال يقدر يعدم من قسود الأطلسي خليني أقول لحضراتكم أنه كابتن خطيب طبعا الرجل لم يغب أبدا حقيقة عن أي بطولة شاركت فيها أو أي رحلة خارجية شاركت فيها النادي الأهلي لكنه في البطولة الخاصة بكاس العالم للأندية طبعا مش هيكون مصاحب للبعثة لأنه طبعا عنده معاد مع البروفيسور الأجنبي اللي بيتابع حالته الصحية فبالتالي هيكون مش موجود مع الفريق وتم تكليف طبعا المهندس خالد مرتجي عشان يكون رئيس بعثة الأهلي في الإمارات في نفس التوقيت برضو اللي بالمناسبة كان فيه خطاب طبعا ودعوة رسمية وجهة المتحاد الأفريقي لكابتن محمود الخطيب عشان يحضر نهائي بطولة الأمم الأفريقية ولكن الحقيقة يمكن كابتن محمود الخطيب أرسل النهاردة خطاب وجهه الباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتذر فيه طبعا عن عدم تلبيت الدعوة اللي وجهه هالو الكاف عشان يحضر فيها مباهرات نهائي أمم الأفريقية اللي كانت تتلعب يوم ستة لنفس السبب طبعا المنع كابتن الخطيب من رئاسة بعثة النادي الأهلي في بطولة كس العالم الأندية والحقيقة يمكن رسالة كابتن خطيب كمان وجه فيها الشكر لأعضاء الاتحاد الأفريقي وكل القائمين عليه وتمنى ليهم التوفيق فيما يتعلق طبعا بخدمة الكرة الأفريقية طيب من أخبارنا النهاردة كمان مطش البنك الأهلي بكرة مباراة مهمة جدا أنا مش عارف بصراحة يعني مش عارفه خلينا اسمع رأيكو برضو هسأل طبعا كابتن رمضان بعد إصابة بيرسي تغامر بكرة تغامر بكرة بنجوم الفريق اللي بقوا معدودين على إصابة اليد يعني أنت النهاردة عندك غيابات بالجملة عندك الأكيد بنون شناوي حمدي عندك أكرم عندك معلول مكمل محدش عارف معلول راجع إمتى يعني ورد جدا تونس يعني أنا بيننا ريين بيننا نتمنى الأشقاء في تونس أنه هم يعني يكملوا وبين أن أنا محتاج علي معلول في بطولة كسة العالم للأندية فالحقيقة أوراق مهمة جدا وفي نفس الوقت طيب لو ما غامرتش بالأوراق اللي عندك لو ما غامرتش بأوراقك الأساسية يعني لو ما لعبتش بأفشة وما لعبتش بالشحات وما لعبتش بمكسوني وما لعبتش بطاهر وما لعبتش بربيعة وما لعبتش بكل الأسماق بقى اللي أنت شفتها في ماتش اسموحة دي طب هتجهزهم إمتى لأنه الحقيقة الشكل اللي ظهر عليه الفريق يقول إن فيه تراجع البعد أثر بشكل كبير جدا على نسجم آه طبعا فيه مراكز غيبة بأكملها يعني أنت خط النص عندك مش موجود أكرم والسلية وحمدي وديانج مش موجودين فأنت تلعب تقريبا بخط النص طبعا افتكس مستر موسيماني عشان يحاول يتخطى الحتة دي بس كانت توسعة شوية وأخلت بشكل كبير جدا بشكل الفريق وده أدى بالإضافة طبعا أنا متوقع بعد غياب طويل زي ده لازم بدنيا الفريق يبقى مش واقف على رجله على كل أحوال إحنا كأهلي مفروض نلعب إزاي نلعب بالشباب ونحافظ على اللعيبة بتاعتنا ولا ندي اللعيبة بتاعتنا عشان ياخدوا مطش أخير قبل ما يروحوا كاس العالم المطش السبت الجاي نحن بنتكلم على إيه أيام يعني من السبت للسبت باقي من الزمن سبع أيام البعثة إن شاء الله هتسافر يوم للأتنين اللي جاي هتسافر الإمارات على طائرة خاصة بيوصل عددها لخمسة وستين فيهم طبعا عدد من اللعبين المقايمين في قايمة الأهل وفيهم عدد من اللعبين الشباب عشان يعوضوا الغيابات اللي ضربت فور فريق للأسف في توقيت في منتهى السوق يعني ما كناش نتمنها كده على الإطلاق ولكن قدر الله مشاء فعل ورهننا وثقاتنا في الرجال اللي هتمثل الأهل في البطولة خليني أقول لكم الموقف بالنسبة طبعا للنجم طبعا بيرسي تو الأسف شديد جدا هنفتقد جهوده بشكل نهائي بقى في بطولة كاس العالم للعندية قدامه أربع أسابيع عشان يقدر يرجع مرة تانية دكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي الناشئين وهو حاليا القائم بعمل طبيب الفريق الأول لكرت القدم قال إنه الأشعة اللي اتعاملت لبيرسي تو أثبتت إصابته بالتمزق في العضلة الأمامية وقال إنه بناء على التشخيص ده اللعب تقريبا بيحتاج لفترة علاج طبيعي وتأهيل بتصل لحوالي أربع أسابيع بعدها بقى يبتدي يرجع للتدريبات الجماعية للفريق وهو بالفعل بدأ يعني هو بيرسي تو بدأ البرنامج اللي تحطله بدأ في تنفيذ الجلسات العلاج الطبيعي عشان يبدأ برنامج بقى العودة مرة تانية إن شاء الله بإذن الله ونتمنى طبعا أنه الفترة ما تغيبش عن الفترة اللي حددها الجهاز الطبي لنادي الأهلي من بيرسي تو وخليني أروح لجوفاني أنتيني وزي ما قلت لحضراتكم للي ما تبعناش في بداية الحلقة جوفاني أنتيني في يوم من الأيام كان الصفقة الأهم والصفقة الأغلى والصفقة الأكبر لواحد من أكبر الأندية الإيطالية وهو الميلان وطبعا كان واحد من نجوم المنتخب الإيطالي كلمنا وبعت لنا الحقيقة رأيه في مستوى منتخب إيطاليا وفرصه في التأهل لكاس العالم خصوصا بعد فوزه أو تحقيه للقب اليورو اللغاب عنه لفترات طويلة كلم معنا كمان على بعض ملفات الخاصة بالدوري الإيطالي الكالشو كلم معنا عن نجمنا محمد صلاح تعالوا نشوف جوفاني أنتيني نجمي الميلان وإيطاليا لأيه ونرجع لحضراتكم محمد صلاح أكون С louособ Trilentini بما أن نجمي المadora عدن منways من سنت Milano عدن أحضر حول من أبيع أولي لحشير من أنشع تراعيح الجميل سنتم عéral لمدين وراح easiest هذه القدمات ت Whatsع التي ت venom سنتتمدي عبد لاحظة تزقيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع Salah, un giocatore fortissimo, ha dimostrato alla Roma prima e al Liverpool adesso di essere un grande giocatore, molto importante e molto fondamentale per la squadra del Liverpool, si è meritato sicuramente il premio come miglior giocatore del mondo, mi auguro che possa continuare così, questo è il mio augurio. Dopo questo volevo abbracciarvi tutti quanti un saluto a tutta l'Egypto. Ciao, a presto. Grazie. 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 ضم محمد أو لاستعادة بقى لأنه صلاح كان لعب في تشالسي قبل كده أيام مورينيو يعني فاستعادت طبعا محمد صلاح مرة تانية لصفوفه وقال إن فكرة التباطؤ في عدم تجديد ليفر بول لمحمد صلاح بتدفع مسؤولي للتفكير بجدية في انتداب اللعب المصري محمد صلاح اللي بقوله حضراتكم ده نقلته شبكة 90 منتز عن موقع جول العالمي وقالت إنه تشالسي بيرائب محمد صلاح وبيتابع عملية التفاوض اللي حصل بينه وبين ليفر بول لأنه فضل في عقده 18 شهر متبقية والغاية النهاردة لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تجديد العقد وبالتالي مسؤولين تشالسي بيفكروا إيه بيفكروا إنه إذا حصل توافق في وجهات النظر وتم الاتفاق على الخطوط العريضة بينهم وبين محمد صلاح من ناحية فالتفكير هيكون أو التوجه في تشالسي يعني في التوقيت ده هيكون لقبول العروض اللي بيتلقاها جورجينيو نجم خط وسط تشالسي والمنتخب الإيطالي ومنهم عرض كبير جدا وراغبة كبيرة جدا من يوفي الإيطالي في انتداب جورجينيو عشان كده في حالة إذا ما كان فيه اتفاق مبدئي مع صلاح على الانضمام لتشالسي وموافقة من صلاح على الانضمام لتشالسي بعد ما نخلص كل التفاصيل طبعا يعني مدة العقد قيمة التعاقد وواء إلى آخره هيكون فيه توجه من إدارة شلسي أنها تبيع جورجينيو عشان تضم محمد صلاح لها قبل طبعا ما يحصل أي اتفاق بينه وبين أي نادي تاين ده كان آخر خبر معنا النهاردة في فقرة الأخبار هيكون معنا يوسف حج طبعا نجم المنتخب المغربي نكلم معه أكتر عن مواجهة المصرية المغربية بكرة والمغرب الحقيقة طول عمرها يعني كسبونا في 98 بالمناسبة وبرضو فوزنا بالبطولة وكسبناهم إحنا بعد كده وبرضو فوزنا بالبطولة في الحقيقة طبعا هدف كابتن طهراء بوزيد العالمي في أمم أفريقيا 86 كسبنا المغرب أعتقد يعني لو الزاكرة ما خلتنيش كان دور قبل النهائي ضربة ثابتة على منطقة الجزاء كان أياميها بيحرص مرمى المغرب حارس عملاق اسمو بادول زاكي وكان الهدف اللي صعد بالمنتخب المصري المباراة النهائية واجه فيها الكاميرون في 98 كسبونا هما في دور المجموعات لكننا وصلنا في النهاية وحققنا البطولة طبعا مع كابتن محمود الجهري الله يرحمه على كل أحوال نتفائل دايما بمواجهة المغرب وبعد الفاصل هيكون يوسف حج نجم المغرب ونادي ران الفرنسي دفع علينا في السادسة في الشك إنها واحدة من أقوى المواجهات مش بس في دور الثمانية يمكن تكون في بطولة أمم أفريقيا على الإطلاق قصود الأطلسي في مواجهة الفراعينة بحثا عن بطاقة التأهل للدور قبل النهائي وهي كمان الحقيقة مواجهة الأصعب والأهم والأكتر جماهيرية على مستوى طبعا الوطن العربي لأنها بتجمع بين منتخبين عربيين شقيقين منتخب مصر منتخب المغرب هنتكلم أكتر عن لقاء بكرة المنتظر مع واحد من نجوم الكرة المغربية ونجم طبعا نادي ران الفرنسي السابق يوسف حج ضفنا نهاردة في السادسة من خلال تقنية الفيديو كونفرنس يوسف بشكرك على وجودك معنا وعلى ظهورك معنا على شاشة النادي الأهلي في السادسة شكرا لكم جزيلا على دعوتي يوسف خليني أبتدي معاك بتقييم عمل البطولة زي بتشوف بطولة الكاميرون اللي يمكن كانت مليئة بكتير من المفاجآت غير المتوقع بصراحة كون لها مباريات كبيرة ولكن أعتقد أن دائما نشاهد مباريات فيها المفاجآت مباريات فعلا يوجد فيها تفاصيل كثيرة في قرية القدم ولكن هي دائما مباريات بين فرق على مستوى عالي وهما يؤدون مباريات رائعة تقييمك لمشوار المنتخب المغربي اللي يمكن إحنا كجمهور مصري تابعناه حتى قبل بطولة الكاميرون في بطولة كاس العرب حسنا باختلاف طبعا تقييمك بداية أسمع رأيك في مشوار منتخب المغرب في البطولة نعم يوجد لعبين على مستوى رائع في المنتخب المغربي وحتى لعبين الصغيرين اللي يقدموا مستوى رائع في البطولة وهم يلعبوا في أوروبا ولكن مشاركة في كاسة أفريقية الشيء مختلف والتجربة مختلفة مع المنتخب الوطني واجب التعود والثبات على مستوى في البطولة أفريقية كتيبة وحيد خليليزيتش المدير الفني بيقال يعني أنها لم تدخل في اختبار صعب من بداية مشوارها في أمم أفريقيا حتى اللحظة وبالتالي المقياس الحقيقي لقوة المنتخب المغربي ما نقدرش نحكم عليه أو ما بنش لغاية اللحظة تتطفق ولا تختلف مع وجهة النظر دي نعم 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 أعتقد أن هذه المباراة هي الفاصل هي المقياس لعداء المنتخب المغربي لأن المنتخب مصري مدخل كبير وعلى مستوى عالة جدا من اللاعبين الذين يمتلكهم فبالتالي هذه هي المباراة التي يمكن تحددها لأن أيضا المنتخب مصري يمتلك لعبين من أفضل لعبين الموجود دي في القارة وأعتقد أن هذا هو الاختبار الحقيقي أن نستطيع أن نحقق منه أداء المنتخب المغربي والمستقبل ورؤيته في كأس العالم إزاي بتشوف المواجهة بكرة هتكون بين وحيد خليل وزيتش وما بين كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني إزاي بتشوف سيناريو المباراة زي ما قلت ماتش مصر والمغرب هو ماتش فعلا ننتظره هو ماتش مختلف يوجد فيه العديد من التكنيك والخطط ولكن لهذا دور المدربين سيكون مهم جدا وأهم ولكن أعتقد أننا لدينا أفضلية أننا لعبنا يوم قبل المنتخب المصري فأعتقد أننا بدنيا يكون المنتخب المغريبي جاهز أكثر أعتقد أنكم برضو هتعينوا من بعض الغيابات في بعض الأسماء اللي هتغيب بداعي الإصابة مش هتكون موجودة في تشكلة المغرب في مواجهة مصر بكرة نعم نحن نمتلك بعض الغيابات ولكن حتى في وجود هذه المشكلة رازها والواقع ويجب التصرف وحتى أننا نفقد نفقد لغرمان سايس ولكن أعتقد أن خليزيتش استطاع أن يجلب لعبين آخرين وهم قادرين على استبدال اللعيب المفقدين من التصريحات اللي لفتت ناظري لخليزيتش كلامه عن محمد صلاح وكأنه الحقيقة قريت من كلامه كأنه بيختاز القوة منتخب مصر الضربة فيه بس فيه اسم محمد صلاح مع أنه الحقيقة منتخب مصر مليء يعني فيه أسماء كتيرة جدا ممكن تشكل خطورة إزاي بتشوف النجوم المنتخب المصري ومين إذا كنت موجود حتى في جهاز فاني المنتخب المغرب مين اللي أنت ممكن تعمل حسابه محمد صلاح طبعا هو الأفضل في الوقت الحالي ولهذا يجب التعقيب عنه هو القول أنه هو اللاعب الأفضل ولكن لا ليس هو اللاعب الوحيد هي كرة القدم يوجد لعبين كثير في المنتخب المصري على مستوى رائع ويلعبون في أندية كبيرة في أوروبا واللعبين الذين لعبونا في النادي الأهلي اللاعبين يحتكون بمباريات دولية كبيرة فلهذا لا أحب أن أختص محمد صلاح فقط بالذكر بالمناسبة خاليني أقولك أو أسألك برضو من وجهة نظرك مين مفاتيح اللاعب اللي لفته نظرك يعني كلنا متفقين أنه أشرف حكيمي تعلق في البطولة دي بشكل كبير لكن مين الأسماء التي تراهن عليها أنت بكرة من منتخب المغرب في مواجهة مصر أعتقد أن في الوقت الحالي أشرف حكيمي هو مكسب كبير وفي أفضل حالاته ولكن نحن نمتلك لعبين جيدين آخرين ولكن يدينا مشاكل مع المنتخب المصري لأن هذه المباراة ليست بالسهلة نتلعب أن تترك محمد صلاح وتترك المنتخب المصري نترك محمد صلاح ولكن نحن لدينا الأفضلية في تواجد اللاعبين شاب شباب جداد ولكن تقلقوا وأحرزوا الأهداف وأعتقد أنهم قادرين على صنع الفارج مع أشرف حكيمي بالطبع الذي يؤدي أداءه رائع ولكن حتى اللاعبين الشباب أعتقد أنهم سيكونوا مشاكل ومناسبة كلامنا عن نجوم المنتخب أسألك برضو عن فكرة استبعاد اسم بحجم وبقدرات لعب زي حكيم زياش اللي توقعنا أو شفنا منطقي جدا يكون موجود مع كتيبة المغرب ولكن وحيد خليزيتش مختاروش في بطولة الكاميرون 22 رأيك إيه؟ بالصراحة أعتقد أن هذا هو رأي المدرب واختياره أنا لست المدرب ولكن لا أستطيع مدرب أن يأخذ كل اللاعبين ولكن هو رأى في وقت نظره أن يوجد بعض المشاكل التي لم يستطيع زياشا الاستمرار معها ولكن يجب احترام احترام رأي واختيار المدرب وهو القائد هو من يقرر والمهم أن يستطيع المنتخب في التحقيق الفوز ولكن زياش طبعا واحد من أفضل لعبين الموجودين في الوقت الحالي من وجه تازل كنت أتمنى أن تواجده ولكن هذا هو رأي المدرب واختيارات ويجب احترامه يوسف حجي نجم المنتخب المغربي ونادي رين الفرنسي تشرفت بمقابلتك على شاشة الاهلي شكرا لك على وقتك وعلى المشاركة معنا طيب خليني أقول لحضراتكم أنه الكلام عن مطش ومنتخب مصر مستمر وبعد الفاصل هيكون واحد من نجوم النادي الاهلي كبار نجوم النادي الاهلي كابتر رمضان السيد ضيف علينا نتكلم على مواجهة مصر والمغري بكرة وبالتأكيد مطش الاهلي وبنك الاهلي لأهميته في التحضير لبطولة كاس العالم هيكون برضو حاضر مع كابتر رمضان السيد في السادسة بس بعد الفاصل كل ما بتروح لبعيد كل ما مستوى ثقتك بنفسك كل ما كانت حالتك المعنوية كل ما كان طموحك أزيت يعني الحقيقة بعد أنا مش بس بتكلم على مستوى الجمهور بكلم على مستوى الجمهور بكلم على مستوى الجهاز الفاني بكلم على مستوى اللاعبين نفسهم بتهيألي بعد موقعة الأفيال أعتقد أنه طموحنا بقى بعيد وسقف الطموحات بقى فوق وهدفنا إن شاء الله بإذن الله مرحليا أننا نتجاوز المغرب بكرة قصود الأطلسي لكن الناس بتقولوا النهاردة وليه لا يعني وليه بعد المستوى اللي ظهرنا بيه قدام كود ديفوار قال ليه هو مش أحسن حاجة في الدنيا برضو عشان نبقاش بنبالغ يعني بس ليه ما نروحش الأبعد من كده وليه ما يكونش هدفنا أننا نحقق لقب أمم أفريقي خلينا نسمع رأي كابتر رمضان في المواجهة الأصعب بالمناسبة من وجهة نظره لأنه شايف أن منتخب المغرب هو الأفضل فيه البطولة نرحب به ونمسي عليه ونقول له مسأخير كابتر رمضان من نور الدنيا مسأخير يا أحمد منتخب المغرب هو الأقوى في البطولة من وجهة نظره هو الأقوى والأفضل وبكل حاجة بالأرقام كمان يعني أكتر فرقة بتعمل استحواز أكتر فرقة سددت على المرمى أكتر فرقة سددت بين التلات خشبات الحقيقة الكسافة الليجومية عندهم بعملوها بشكل قوي جدا 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 أكتر فرقة بتوصل للمنافس بشكل متنوع كمان زي كان الجناب أو زي كان العمكة لا تيم كرة قوي جدا 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 أنا أخذ معك 3-4 دقيقة كده أركز معك شوية على المغرب قبل ما أتكلم على منتخب مصر فيه ناس وهسألك سؤال كنت لسه بقوله لنجم المغرب يوسف حجي طبعا أنه المغرب اللي شفناها في الشهرين الأخيرين يعني مش هقدر استبعد بطولة كاسل العرب اتفرجنا على المغرب في كاسل العرب وشوفنا المغرب في بطولة أمم أفريقيا ما وجهتش منافس من العارة تقيل يعني ما وجهتش في مشوارها أو في طريقها باستثناء يمكن الجزار في بطولة العرب وخسرت قدامها والجزار تهالت للنهائي لكن حتى في بطولة أمم أفريقيا لسه ما شوفناش المغرب في مواجهة خصم أو منافس قوي والتاني يمكن أن يبقى فيه تقييم حقيقي لمستوى المغرب لا الحقيقة يعني يمكن سيبك من حيث أنهم مقابلوش منافس قوي أنا بتكلم على هما بيفرضوا رتمهم على أي فرقة في الأربع أمورات اللي لعبوهم الحقيقة فرضيوا رتمهم على أي فرقة وعملين تفوق على كل الفرقة بشكل كبير جدا إحنا أنت بردك لما تيجي تحسب بردك منتخب مصر إحنا يمكن لعبنا نجيريا بس أي يعني مش كل الفرقة أنت بتلعب كدفور بردو يعني أنا كدفور لا كدفور بردو في الأربع يعني كدفور بردو في المجموعة طبعا كدفور يمكن الحقيقة المباراة اللي قبل ما اللعبها إحنا كلنا يعني قلنا إحنا هللعب في الأدي إزاي إزاي بالظبط يفكرون بألفين وتمانية أي لما كان بردك التيم بتاع الرجبة والحقيقة 2008 و2006 فاينال تمانية قبل نهاية تمانية قنعة قوية جدا وإحنا قلنا حتى بردك قبل المباراة بتاعتنا قلنا إزاي هنقابل الناس دولات وإحنا عمنا نتفوق وكسبنا أربعة أجوال طبعا المباراة تاريخية طبعا مباراة تاريخية طبعا هم الحقيقة تيم المغرب من أفضل الأتام الموجودة من أفضل المنتخبات الموجودة لما تيجي التبحة في كل حاجة في نواحة دفاعية في نواحة في وسط الملعب في النواحة الهجومية في الاختراكات اللي بيعملوها من الجناب أشرف حكيمي ونجمل المغرب في البطولة طبعا طبعا وقوي بشكل غير عادي يعني ما شاء الله حاجة جمدة جدا جدا وعملك الحتة ديت بتزديد بكورات سابتة بحاجات كتيرة جدا في تفوق كبير جدا لفيرة المغرب على كل المنتخبات اللي أبو وحيد خليل زيتش الموديل الفني للمغرب إزاي بتشوفه بشوف أنه هو يعني الحاجات اللي أبو لهاك دي كلها هو بيركز بشكل كبير جدا على الاستحواز بيركز بشكل كبير جدا يمكن تلاقي مثلا كل مبارياته نسبة الاستحواز بتروح الـ 64-65% في تدريبه وفي شغله بيركز على الاستحواز بيركز كمان على الضغط الهجومي يعني يمكن هو يمكن ما بيبقاش رد فعل هو فعل كل مبارياته كل أداءه في مبارياته هو فعل مش رد فعل فبالتالي هو بيهاجم وبيهاجم بشراسة عشان كده نحن لازم نعمل حسابهم بشكل كويس قوي مين بكرا فعل ومين رد فعل أنا يعني أنا أنا في رأيي أن منتخب مصر مش هيجازف يعني مصر الكروش مش هيجازف لأنه هو برضك احنا شفنا الحقيقة أداء منتخب المغرب فهو لازم المباريات توزع 90 دقيقة يتوزعوا انت أنا ألعب مثلا 15-20 دقيقة الأولانية أبقى مقفل ومش فاتح خطوتي ومش مدي مساحات وبعد كده أخش مثلا في ربع الساعة التانية أبتدي أزود في النواحة الهجومية يعني لازم المباريات توزع لكن لو أنت لعبتهم عادي أنت مثلا تضغط عليهم في الدفاع بتاعهم والحاجات دي كلها لأ إحنا يبقى عندنا مشكلة وعندنا مشكلة كمان هم مريحين يوم وإحنا زياد عننا بتاع نقرى منتخب مصر ومكاسب وفكودي فوار اللي ممكن نبني عليها المواجهة بكرة بس سمح لنا كابتر رمضان نروح لفاصل ونجعلكم مع كابتر رمضان السيد نجمينا النهاردة في السادسة نتكلم أكتر على منتخبنا المصري قبل مواجهة بكرة إن شاء الله قدام المغرب سفر سفر مزالت النتيجة بين جامبيا والكاميرون في مباراة بدأت بالفعل وبالليل هيكون فيه بوركينا وفي مواجهة تونس على الناحية التانية إن شاء الله مطشينا بكرة مع المغرب هيكون الساعة 5 وبعدها هيكون مطش السنغال مع غينيا الاستوائية في حالة فوزن إن شاء الله بإذن الله هنواجه الفائز من الكاميرون طبعا صاحب الأرض والجمهور وجامبيا نتمنىها جامبيا طبعا أنا أحبش لعب أبدا صاحب الأرض والجمهور لكن طبعا يعني في النهاية البطل عارف طريقه وما بيهموش هيواجه مين والأهم من ده إننا نبص تحت رجلينا ونشوف الأول هنتعامل إزاي مع مواجهة المغرب بكرة وده يمكن كنت بكلم فيه مع كابتن رمضان شايفه منتخب محترم منتخب منظم إجمالا هو المنتخب الأقوى من وجهة نظره في البطولة إحنا بقى يعني إذا كنا نتكلم عن نفسنا يعني أنا شايف أنه طبعا بالتدريج كده يعني نيجيريا لم يحضر أحد مطش نيجيريا إحنا ما لعبناش ما روحناش للإستاذ أساسي نوعا ما مع غينيا بيساوي مع السودان اتطور المنتخب وما وصلش لحد طموحاتنا يعني الحقيقة يمكن اللقاء الأقوى اللقاء الأصعب اللقاء الأصعب اللقاء طمنا ورفع سقف طموحاتنا زي ما قلت في بداية كان مواجهة كورد فور ركابتن رمضان تبني على إيه عندك مكاسب إيه من مواجهة كورد فور تبني عليها قبل مواجهة المغرب طيب هو يعني يمكن أولا لازم نتكلم على التشكيل والتوظيف توظف كل العيب في مكانه في مركزه عشان كده أخيرا نززت بعد ما عادنا يعني يعني ناس كلها مئة مليون نسمة يعني أعتقد أن في مئة وعشرة كان بيقولوله لازم توظف اللعيب كلها في مركزه أول ما وصل لديت خلاص إحنا ظهرنا المباراة اللي فاتت بشكل كويس قوي زائد إن إحنا يمكن كنا بنتكلم في نقطة الفترة اللي فاتت يحمد الروح حقيقة إحنا وما كانش منتخبنا بقاله بتاع حوالي ست سبع سنين بس روح بروح نلعب نقدم مباريات لكن المباراة دي يمكن أنا في رأيي لازم في إصرار وعزيمة ورغبة وواضح لازم أعمل ثلاثة يام من قبل المباراة حتى في اجتماعاته مع اللعيبة وفي كلامه مع اللعيبة أقول لحك حاجة كابتن رمضان أنا أول مرة يعني تعرف كم في كلام من فترة طويلة حتى من قيم كابتن حسام على شرط الكابتن أنا ما حستش ما حستش بدور صلاح كابتن منتخب إلا في الفترة اللي سبقت ماتش بالزبط يعني حسيت أنه بيعمل دور بره الملعب يوازي دوره اللي بيقوم بيجوى الملعب بالزبط بالزبط محمد صلاح الحقيقة كان ليه دور كبير جدا 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 في عودة الروح الكتالية لمنتخب مصر اللي احنا بنفتقدها الحقيقة بقالنا فترة كبيرة جدا ما لعبناش مباراة بروح بقلب بإصرار أن أنا عاوز أن نزل عشان أكسب بالحطة اللي كان على طول نجوم 2006 2008 أو 2010 كانوا بيعوضوا واجتماعوا مع بعض ويقولوا إحنا مش عاوزين نرجع نخلي جمهورنا يزعل إحنا عاوزين نفرح جمهورنا المباراة دي اتعاملت بالشكل ده الحقيقة التركيز أولا طبعا كروش التاني خلاص ووظف العبا كل واحد المركزه صح ويمكن إحنا كنت بنطالب في الفترة اللي فاتت برضه أن حمد فتحي لازم يرجع لأن حمد فتحي ظلم في مباراة نيجيريا مباراة نيجيريا كان قدامه ترزيجي مش فت وكان النحة النحة التانية كان فيه النني وأن الاتنين ما بيعملوش إنه واحد فعيه بشكل قوي وإحنا حاولنا نقرأ هو بيعمل إيه في الملعب في مطش نيجيريا ده بس بحدش قدر يفهم يعني 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 الحقيقة هو ظلم الحداشر اللي ابتدى بيهم بالطريقة ومبدأين في مباراة نيجيريا يا أحمد إحنا بدأنا المباراة وإحنا نقصينا أربعة لعيبة نقصينا مصطفى محمد اللي بيلعب جناح وهو ما فيش أي مقاومات إنه لعب جناح ومحمد صلاح اللي هو لعب راس حربة ومش راس حربة وبس راس حربة وبيخلي الوينش والشناوي وحجازي بيلعب له كورة طويلة لصلاح اللي هو طبعا يعني هيتعامل مع كورة طويلة دي إذا طلحت صلاح بره وطلحت مصطفى محمد بره وحطت تريزيجيه أساس وتريزيجيه يلعب في مركز غير مركزه فمش قادر وإنني ما كانش يفاق بقى زي المباراة اللي هي بتاعة كودفور ده أحلى مطش للنني مع المنتخب ده أفضل مباراة لعيبها النني من ساعة منضم لمنتخب مصر فأقررني أنت في مرات نيجيريا أنت نقصة أربعة لعيبة أنت المباراة اللي فيها تتخلص كل واحد متوظف صح أنت كمان وزع هو كمان التسعين دقيقة كرية مباراة وكقدرة مباراة بشكل كويس قوي أنه هو ما ندفعش في أول عشرين دقيقة وسبم هم يستحوزوا ومقفل المساحات اللي هم بس ما يجبوش فيها أهداف وبعد كده رح دخل جوة المباراة بشكل قوي جدا 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 الحقيقة وإحنا كلينا تواجد بقى كمان يعني يمكن أكتر إضاءة الفرص من بعد العشرين دقيقة الأولانية إحنا كنا وصلنا وكنا ممكن نخلص مباراة إحنا واحد من سلبيات المطش دي يعني فكرة إضاءة الفرص إحنا وصلنا كتير في مطش كورديفور يعني كنا متوقعين إحنا نوصل على مدارة تسعين دقيقة قبل المطش يعني يا رب بس نوصل نقدر نوصل مرة اتنين نعرف نختف لكن إحنا وصلنا كتير جدا في المطش ده وللأسف شديد غاب التركيز فبالتالي بدلناش نسجل يعني يمكن إحنا بزي ما قلت لك لعشرين دقيقة وبعد كده نستحوزنا وبعد كده كمان التالي أنا نربط في التلت اللجوم صلاح بمرموش بالحقيقة بترزجيه لما نزل يعني لأ زيزو لما نزل إحنا عضاءة أضاعنا فرص كتير جدا أكتر منهم إحنا في الدقيقة الأخيرة في الشوط الرابع كنا ممكن نجيب جول فإحنا الراجل أضاع المباراة بشكل فني بشكل كويس قوي وإحنا كنا الأقرب كمان إن إحنا كنا ممكن نسجل عايزة نروح لمطش بكرة بس لازم أدي كل واحد صاحب حقه يعني في بداية البطولة خسرنا ورقتين مهمين جدا وشلنا هم صابة أكرم تعفيق في اليمين والوينش في القلب لكن الحقيقة يعني يعني عمر كمال وعبد المنعم قدموا بطولة طبعا ولا أروع الوينش خلاص سليم لكن لا يمكن هتجازف وتشيل محمد عبد منعيم محمد عبد منعيم المباراة اللي لعبها الحقيقة إيجادة بشكل كبير جدا في كل حاجة موقف واحد الدواحد قوي جدا دفاعيا في الكرات العالية قوي جدا في الكرات العالية في الحقيقة في التحضير من تحت والكرة بتطلع من عنده سليمة يعني عشرة عشرة محمد عبد منعيم يمكن من أفضل المدافعين اللي موجودين في مباراة كودفور على الفرقتين يعني طبعا عمر كمال حقيقة رغم أنه هو مش باكرايت المباراة دي لا ده هو باكرايت بقى له 20 سنة حقيقة دي أولي قبلها بصراحة كمان البطولة كلها مقدمة بشكل رائع طبعا وتغطياته العكسية وإزاي بيقفل وإزاي بيقطع وإزاي بيضغط وإزاي بيكمل في النحلة الجمية هايل أحمد فاتوح الحقيقة برضو نفس الحكاية عامل جيم كبير جدا 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 يعني لا فيه حجازي زي ما بقول على النني ندي أفضل مباراة للنني من ساعة ما نضم للمنتخب مصر حجازي نفس الحكاية من المباراة الكبيرة جدا جدا في أداءه في مباراة كودفور عامل جيم هايل حجازي عندك وصل ملعب النني طبعا اللي قلنا دي أفضل مباراة عندك الحقيقة طبعا حمدي فاتحي اللي احنا واندى بنطالب به حمدي فاتحي هو اللي بيغطي لك كل المساحات اللي بتفضل عندك كتيم معناد الأهلي كده لما حتى توظف في تلاتة أربعة الولد ده خز وحج بصراحة اه هو بس الإصابات هو بس ان كل ما بيقصل لأعلى فرمة للأسف شديد بقى فيه إصابة حمدي فاتحي هو السؤال الأصب سلية طبعا كان برضك دور مهم جدا طبعا ما بتهيقلي يعني اللي خلوا المنتخب المصري ظهر بالشكل ده زي برضك ما هنرجع احنا كنا بالنهاج مرموش في التلات مباريات مرموش المباريات دي أفضل بكتير مبارياته صحيح محمد صلاح لو نقول مثلا من فترة كبيرة جدا جدا محمد صلاح ادينا يعني تقل وكورة وكابتن فرقة وخبرة وبرى الملعب وجوها الملعب في مبارات كودفوار كان عنصر مؤثر جدا وتريزيجي كودفوار غير تريزيجي ناجالي بشكل كبير جدا جدا وهو لو موفق او هو لو يعني زيهنيا فت مية في المية اعتقد كان جاب لجولين على أقل صحيح طيب نيجي للسؤال الصعب بقى مناسبة كلامنا عن حمدي فتحي بكرة تلعب ازاي هل تلعب قصاد المغرب بنفس الطريقة اللي انت متعود تلعب بيها وهنا هيكون السؤال مين ممكن يكون بديل لا حمدي فتحي ولا تغير الطريقة قدام المغرب وتفكر انك انت تلعب بتلاتة وراء حجازي وعبد المنعم والوينش واربعة في نص الملعب وتلاتة قدام ويكون دي الفكرة او دي الطريقة تتغلب فيها لانه حمدي فتحي للأسف مش حسس انه فيه ممكن يكون بديل هو الرجل بيفكر لو بودلة هيكون ايمان اشرف لو هيميل اكتر للتقفيل والناحية الدفاعية او احمد سيد زيزو لو هيلعب جيم يعني تا 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 زي ما بيقولوا فرنسوي طيب احنا على اداءنا القوي جدا 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 في مباراة كودفوار اعتقد ان احنا مش مفروض ان احنا نغير لا طريقة اللعب ولا التشكيلة تشكيلة احنا حمدي فتحي اتصاب يخش مكانه مهند لشين رقم 6 لان فيه ناس بتقول ايه ان احنا نرجع انني رقم 6 ونحط زيزو ناحية اليمين الكلام ده كله هيعمل خلل انت خلاص وصلت لتشكيلة وصلت الحقيقة لأداء يعني مميز جدا فما تلعبش بقى في التشكيلة خلاص انا بس مجرد ان الحمدي فتحي مش هيلعب احط مكانه مهند لشين اللي هو رقم 6 ويبقى النيني زي ما هو جمب السولية زي ما هو وزي الاتنين دول كان بيعملوا مسندد دفاعية مع البكين مع عمر كمال ومع احمد فتوح فما عدملتش خلل بقى لو انت عملت اي تغييرة هتعمل خلل في التشكيلة بتاعتك وفي الشكل التميز اللي انت كنت فيه في مبارات كوندفار طيب انا اسأل حاجة برضو ودي اسئلة كتيرة جدا بسمحها من الناس في الشارع يعني الناس تقولك ان زيزو واحد من اللعيبة اللي لما بينزل حط رجل هو شكل واداء المنتخب بيتغير وناس كتير بتقولك ليه ما نبدأش بزيزو يعني ليه زيزو ما يبقاش موجود من الأول بالعكس انت لما بيكون عندك ورقة زيزو وكل مباراة بينزل بيعمل بيصنع الفارق لا بالعكس انا خليه طيب انا اقولك حاجة انت في الفين وعشرة جده جده مكان بينزل خمشهر ديئة وسبحشهر ديئة ما كانتش حتى ما كانتش بيزود صحيح ما يدروش مثلا نص ساعة ما يدروش بينزل ويجيب لك جول خد لقب افضل بديل ورقة ربحة ورقة كبيرة جدا 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 بينزل يصنع الفارق ويليب لك الملعب في صالحك فخلاص بس اهم حاجة زي ما قلتلك ان انت ما تلعبش في التشكيلة اللي انت اجدت بيها واللي انت عملت فيها تفوق على فرقة لو نقول المغرب من اجمد منتخبات البطولة نفس الحكاية كود دفور بردك يخش مع المغرب منتخبات البطولة يخش مع المغرب فانت انت قفلت عليهم ولعبتهم بشكل هاي الحقيقة وقفلت على كل ما فتح لعبهم بوجود حمد فتح من ناحية الاسماء والامكانيات والمهارات ممكن يبقى فيه تشابه في القوة ضربة عند الاتنين لكن من ناحية التكتك ومن ناحية الطريقة ومن ناحية التزام في الملعب مين افضل من وجهة نظرك مغرب ولا كود دفور زي ما قلتلك المنتخبين اقوية ومنتخبين طبعا على المستوى بتاعنا الحقيقة بتاع منتخب مصر في المبارات كود دفور لا المباراة تبقى قوية جدا جدا يعني انا هقولك حاجة رغم ان المدارب بتاعهم الحقيقة بيجازف على طول في كل مباراته لا هو هيقرأ منتخب مصر في المبارات كود دفور وبرضا مش هتلاقيه فيه مجاسفة لا يعني هما الاتنين بردك هيبقوا مقفلين انهم يقفلوا الملعب الاتنين ما حدش يجازف فيهم نوعات ضعف المنتخب المغربي من وجهة نظرة كابتر رمضان من اين تقل الكتف مع المغرب يعني رغم تميز الحقيقة التميز الرغيب لحميد الحقيقة أشرف حكيمي حكيمي تميز في النحق ونحلو جميها بشكل كبير جدا كورو سبتة ممنوع وجايب بنين طبعا نحن لازم نتفادى ان احنا هنعمل هم مشاطرين فاولات شمال أفريقيا كلها في كورو سبتة واحنا عندنا مشاكل في الكورو السبتة عندنا مشاكل ولازم نتفادى ان احنا نعمل فاولات على التمنتاشر او الحاجات الكورونا والحاجات دي في ظهره بقى رغم انهو تميز كبير جدا في النواحة الجمية في ظهره ممكن يتضرب يتضرب من منتخذ مرموش اه ده مرموش اه هنقدر نختارك بشكل كويس اوي وزائد انهم حتى عندهم السردب كيني الحقيقة مش بنفس الكوة بتاعة وصل الملعب وبتاعة المهاجمين يعني خطة فاعل مغرب من وجهة نظرك واضعف خطوط بالزبط احنا نقدر نقدر ان احنا نختاركهم الحقيقة بسرعات محمد صلاح ومرموش بالمهارة الحقيقة اللي أثبتة في مباراة كودفوار ويختارك بشكل جواس او اذا كان بالكورة او من غير كورة وفي نفس الوقت بس انا بقول مصطفى محمد يعني هو لو مش هلعب محمد شريف مصطفى محمد ماينزلش ولا يروع الجناب لانك انت امكانياتك لما بتنزل ماتش شريف ولا ماتش مصطفى محمد ده ماتش شريف ماتش شريف طبعا لو هي الدنيا ماشية صح بسرعته يعني فرق معانه خطوة انه هو كان ممكن يروح انفراد لان محمد محمد شريف اسرع ومحمد شريف بيعرف الناس اللي جاء من تح زكان صلاح او زكان السلية او زكان عمر مرموش يلعبوا عليه يعرفوا يلعبوا عليه فدي نازم هو يعني كلنا متفقين في مصر تقريبا يعني نقطة عليها اتفاق محدش يشكك في كفاءة الاثنين سواء مصطفى او شريف لكن الناس بتشوف انه المطشاط اللي المنتخب يلعبها ضاغط هيهاجم هيعتمد بقى اختراقات من العمق عرضيات مصطفى محمد هو اللعيب الانسة المطشاط اللي هنرجع فيها شوية نصف ملعبنا ونعتمد فيها على المساحات وعلى السرعات وعلى السرعة محمد شريف محمد شريف سواء لسه غالبا مش وصلاله لحيطة هم الحتة اللي انت بتكلم عليها يا احمد تحرك زكاة في التحرك في المساحة وستغلال الفرص يعني محمد شريف كانت اي فرصة بتجيله كان بتعامل معها بشكل كويس قوي لكن زي ما انت بتقول يمكن هو المعتمد على مصطفى محمد كمان في الكور السابتة اللي علينا انه بيقفل العرضة القريبة ومصطفى محمد بيعرف يتعامل في الحتة دي لكن لو انت بتنزل تعمل وشريف لا سيبقى فيه ومرموش سيبقى فيه فرق جامل جدا طيب خليني اقول لك انه يعني في اوقات كثيرة جدا كان فيه دايما منتخبات بيبقى فيها نجم ابرز نجم اوحد او نجم اقوى جوجوية مثلا في ليبيريا على المستوى العالمي اندريتشا بتشانكو في أوكرانيا ريباندوفسكي في بولندا مثلا مثلا بحيس انه تبص للمنتخب المصري نفس النظرة دي يعني انه منتخب مصر محمد صلاح لو وقفت محمد صلاح اعطل المنتخب الوضع وحيتخلي مديل فاني منتخب مغرب ليه تصريحات ما شاهد في الاتجاه ده ان انا هقفل على صلاح ووقف صلاح بالضبط قوة ضربة المنتخب مصر صلاح لو وقفت صلاح خلص المنتخب انت كاكيروش النهاردة لو عايز تستغل التفكير ده اولا زي ما قلتلك لو هو اشتغل بمرموش في ظهر حكيمي حكيمي اعتقد ان احنا هنقدر نختارك من الحالة دي بشكل كويس قوي لو هو كمان نزل صلاح ويشتغل في المساحة دي بعمر عمر كمال ويشتغل في المساحة دي بمحمد شريف او مصطفى محمد اعتقد ان احنا برضا هنقدر نختارك لانه هو هيبتدي يعمل ركابة مزدوجة على محمد صلاح فمحمد صلاح لو نزل وفضل المساحة دي هذه فاصلحتنا عمر كمال سريع وبيعرف يزيد في الجنب بشكل كويس قوي وفي نفس الوقت زي ما قلتلك ان لو محمد شريف او مصطفى بس بذات لو محمد شريف عشان السرعة ويشتغل في المساحة دي هنقدر نتخاركهم بشكل كويس قوي من المنتخب اقول ثلاث منتخبات الاعرب لتحقيق اللقب من وجهة نظرك كابتر رمضان اعتقد يعني احنا طبعا خلاص احنا بقينا المغرب ومصر فرقة اي يعني فرقة اللي هتوصل لدور الاربعة اللي هيكسب بكرة يمكن هتبقى فرصوت كبيرة جدا هيبقى معاهم الحقيقة السنغال ويبقى معاهم كاميرون المغرب ومصر فرقة منهم طبعا اتمنى مصر طبعا اه طبعا ان شاء الله بازل الله بنتمنىها منتخبنا طبعا انا بيتهيالي انه لو عندنا المغرب فرص مصر في التحقيق اللقب هتبقى الاكبر بين يعني هي والسنغال اعتقد انه بالزبط صح ولا اي لا لا مية في المية مية في المية السنغال تيم قاوي جدا والسنغال زي ما قلتلك هو يمكن ما ظهرش بكل قوته في دور المجموعات على اساس انه كان عنده غيابات كتيرة في صدق كورونا والحقيقة كان عنده غيابات كتيرة لكن انا بقولك ان منتخب مصر لو ان شاء الله ربنا وفقنا بكرة وكسبنا المغرب اعتقد ان احنا نلعب مباراة نهائية ملاحظة برضو الشيء بالشيء يوسكر حطوها في الاعتبار كده وفي الاجندة لا وان شاء الله ربنا كرمنا وفوزنا بالبطولة لو الجيل ده حقق البطولة دي هيكون المشوار الاصعب في تاريخ كل البطولات اللي احنا لعبناها وحققنا فيها لقب بطولة افريقيا وهتكون تقريبا تقريبا وجهت كل كبار البطولة الافريقية يعني كود دي فوار وراها مغرب وراها عشان توصل يعني كاميرون وراها تونس او سنغال وبالتالي عدت تقريبا طبعا وكاميرون غالبا قربت خلاص يعني غالبا لو دينا نكسب مغرب بكرة هيبقى لانه كاميرون كسبنا اتنين دلوقتي يا كابتر رمضان اه موها كاميرون خلاص طبعا الكاميرون احنا يعني ربنا يكرمنا بكرة ونكسب ونقبلها افريقية يعني يمكن المنتخبات شمال افريقيا تبقى فيها صعوب علينا شوية لكن احنا لما بيكون في حالتنا لا بنقدر نختارقهم بشكل كوسيقى ونقدر نعمل نتاج ان شاء الله ان شاء الله يعني فرحنا قوي يوم الاربع ونتمنى ان فرحتنا تستمر بإذن الله بكرة ان شاء الله بإذن الله كل التوفيق لمنتخبنا يهمني كمان وانا في وجود كابتر رمضان اتكلم طبعا على مطش بكرة واهمية مطش بكرة مرتبطة خالص بفكرة كاسر ربطها ولا مرتبطة بفكرة تعويض الخسارة قدام سموحة حسبت النقاط مش في دماغنا حتى في مطش سموحة ما كانتش في دماغنا كان في دماغنا اكتر انك تطمن على الفرقة قبل ما نروح نسافر ابو ظبي عشان نلعب في كاسر عالم لانديه اول مطشطنا كمان اسبوع سبعة يام من النهارده يوم السابت الجاي هتلملم ازاي ورسموحة وتلعب ازاي بكرة في البنك الاهلي انا معي قايمة بس عايزة اسمع رأيك قبل ما قول قايمة الفريق هتلعب مطش بكرة ازاي طبعا يعني انا بتمنى طبعا ان احنا ما نرجعش تاني نلعب الصغيرين لان احنا مفروض من من اربع اسابيع احنا بنعد المجموعة اللي معانا لكاسر العالم الانديه احنا انا زي ما قلت لك يا احمد احنا لما بنيجي نلعب بمثابة الدوري بنقول ايه احنا عاوزين ناخد الدوري عشان نلعب افريقيا تمام وبعدين لما نروح نلعب افريقيا نقول ايه احنا عاوزين ناخد افريقيا عشان نلعب كاسر العالم الانديه نحنا مش معقول نروح لكاسر العالم الانديه واحنا مش مش فت واحنا بعيد جدا 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 على المستوان فلازم كانت الفترة اللي فاتت مع احترامل مستر ميسوماني أنه هو أولاً 12 يوم رحس البيه دي كانت كتير قوي والحاجة الثانية الثلاث مبرتلت لعبه بالناشئين لأهو كان لازم يديهم للمجموعة اللي هي مسافرة معه كسر عالم الأندية عشان يوصلوا فرمة بدنية وفرمة فنية ما أنا هقولك برضو حاجة تانية برضو في الاعتبارة كابتر رمضان الناس خايفة بالإصابات فطبيعي أنه جاز فني يبقى أكتر خوف من الناس على لعبته يعني أنه النهاردة غاب عنك خمس ستة عناصر كانوا أساسيين معك فترة اللي فاتت غاب عنك بدر بنون غاب عنك أكرم توفيق علي معلول لسه مكمل محدش عارف طبعا إصابة حمدي والناوي ومواقفهم مش واضح بشكل نهائي بيرسي تاو دخل في الحزبة فبالتالي أنت كل مطش ممكن يكلفك لعيد والخيارات قدامك بقت محدودة قوي حتى كنت بسألك قبل الهوى تغامر بكرة على الشوية اللي فضلين معاك ولا ترجع تاني تلعب بالشباب ولا تديهم عشان يعني ترفع من مستواهم وتعدهم أسنالتا كده لو ما تتهمش يبقى احنا عدنا اللعيبة اللي احنا هنلعب بيها أول مباراة هنلعبها مع مونتيري عدناهم كام دخلنا في خمسة وثلاثين يوم خمسة وثلاثين يوم من غير مباريات دي دي كارسة كارسة وعدين اللي هيقول انت بتقول يا أحمد دلوقتي أننا عاوزين نحافظ عليهم عشان نروح إسلام نحن نحافظ عليهم ونروح إسلام نحن نشلقهم في الملعب الفورمة البدنية والفنية هتبقى ضاعت خالص احنا مباراة سموحة احنا لو رحنا يعني جمهور الأهلي دلوقتي وكأنما يقول ولو رحنا لو رحنا بطولة كاس عام بفورمة مطشوط الدوري اللي ابتدناها في مفردات المسيطة طبعا مطشوط الأوليين طبعا طبعا والمشكلة صحيحة أنه اللي ريح تصاب واللي لعب تصاب يعني طيب خلينا أقول قائمة يا كابتر رمضان 31 لعب في قائمة الأهلي في مطش البنك الأهلي بكرة اختار بيستر بيتسو موسماني علي لطفي مصطفى شوبير حمزة علاء ومصطفى مخلوف حراسة مرمى أحمد سيد عبد النبي معهم كريم فؤاد محمد نصير محمد مغربي أحمد شرقية محمد أحمد شرقية أحمد أشرف ولد أحمد أشرف من اللعيبة اللي عجبتني جدا كل اللعيبة اللي طالع الشباب حلوين طبعا بس أحمد أشرف اللي هو نص الملعب ده الولد السايلو أجنبي كده محمد أشرف محمد أشرف باكلف باكلف بس أحمد أشرف وزياد طريق كلعيبة كورة لعيبة كورة عجبيني جدا بالضبط وما عندهمش عندهم سكة رهمة المشاط مفيش مشكلة حتى لما نزلوا مبارح لأ على فكرة دول كانوا يلعبوا أساسي عادي جدا مفيش مشكلة وهم صلحوا شكلنا في أخر ربا ساعة صحيح مع أحمد أشرف فيه محمود وحيد محمد فخري طبعا محمد أشرف عبد الرحمن نجاح مانو زياد طارق أحمد سيد غريب وليد سليمان صالح ناص رقفة خليل محمد ياسر مصطفى أبو الخير ميدو نبيل رامي ربيع ياسر إبراهيم حسين الشحات مجدي أفشة طاهر لويس مكسوني محمد هاني أحمد عبد القادر وعمار حمدي مكسي عمار ميرجع عمار مباراة المقاولين كان أفضل لعيب في المباراة حقيقة وعمار يعني لما بيكون الحقيقة في فرمته عمار بيصنع الفرج بشكل كبير جدا لأن عنده كميات جاري وعنده كميات استخلاص للكورة وبعدين بيضرف مساحات من اللعيبة اللي يعرف يضرف مساحات بشكل كويس أو من غير كورة عنده الدريبل بالكورة والاختراك بالكورة بيعمله عشرة عشرة الحقيقة خليستعيك بخط النص لأنه خط النص كان مشكلة الأهلي في مطش اسموح طبعا انت خط النص بتاعك كله غايب ديانج أكرم سولية حمدي مش موجودين بتبتدي بتدي لي تشكيل بكرة بخط النص يعني هو كده خلاص عمار يخش في وسط الملعب على أشياء أنه كنا بنلعب اتنين دفندر قفشا وعبدالقادر طبعا الاتنين مش بتاعتهم دي خالص عشان كده احنا أي كرة كان بتعدي تروح بس بتروح بيروح انفراضات بيروح مش عارف ايه حاجة دي كلها احنا بس نزبط وص الملعب بتاعنا عمار حمدي طبعا بيقوم بالدور ده بشكل كويس قوي ويقفلك الملعب بشكل كويس قوي الحقيقة لكن حتى برض ما عندناش اللي هو الدفندر التاني هتضطر انتك تلعب قفشا مع جنب جنب عمار وتتغل بقى عبدالقادر الحقيقة في الحتة اللي فوق يعني يعني اعتقد ان احنا بس هي لازم تعمل مكس الحقيقة بس العدد الاكبر المجموعة اللي هتسافر يوم الاثنين هتسافر كسعا من الاندية يعني ما ما يخطرش على بال مثلا الحقيقة المسلماني ان نقول مثلا لا ده نهريح المجموعة دي عشان انكس عالم الاندية لا هتبقى انا في رأيها هتبقى حاجة صعبة جدا 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 لان اللعيبة دي في امبارات سموحة بعد جدا عن الفنية والبدنية وكمان في حاجة التمرين غير فتنس امبارات فتنس التمرين غير فتنس امبارات لو انت عطت مرة ثلاث مرات في اليوم ومتلعبش مطشاط لا فتنس عمبارات هو دوت اللي انت بتلاقيه لماذا تجد عن مبارات رسمية اه الصعوبات اللي بيواجهها ميسر موسيميني وعلي انه يجد لها حلول خلال الاسبوع اللي فاضل قبل مطش مونتريل مكسيكي طبعا احنا عندنا الاسبوع دوت الحقيقة لازم نرفع خد بالك انت بتحضر لمطش السبت وانت مش عارف معلول هيرجع ولا لا مع منتخب مصر هيرجع ولا لا طبعا جاهزين ولا لا طبعا مطش طولس النهاردة هيحدد احنا مبدأ احنا احنا اتظلمنا يعني اولا دي اول مرة في تاريخ الكورة من ساعة ما ابتدت يعني ان يبقى في مشكلة ما بين الاتحادي الدولي واتحادي الافريق ان يعملوا منتخب مصر ويعمل تكميلة بكرة ويكسب بكرة فرقة النادي الاهلي وتونس لو كسبت النهاردة ومصر لو كسبت بكرة ان شاء الله نتمنى طبعا المكسب من منتخب مصري كده تأكد غياب لعبة النادي الاهلي الدولية اللي بتلعب لمنتخب مصر ومعهم علي معلول عن بطولة كس العالم لان انت بتكلم على قبل ورابع وأول وتاني اعتقد هيكون يوم الحد اللي هو يوم ستة يكون احنا لعبنا وكسبنا ان شاء الله احنا بس عايزين ان شاء الله بعد مباراة بكرة ان شاء الله اكبر عدد من اللعيب اللي هتسافر معه في كسعة الندي يشارك عشان فتنس مباريات وفي نفس الوقت احنا محتاجين الاسبوع اللي جاي دوت ان احنا نرفع شوية اللاقة البدنية اللاقة البدنية بتاعيتنا كانت صعبة جدا 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 في مبارات سموح طب قولي كده الاسماء اللي تبتدي او تراهن عليها يعني انا بكرة بروفا يعني هو بكرة بالنسبة لنا بروفا الاسماء اللي تعتمد عليها بشكل اساسي في مواجهة مونتري يعني اذا كنت بتحضر هتحضر وتحفز وتحاول تركز على الشغل البدني لهم تشكيل اهلي في مواجهة مونتري من مواجهة نظر كابتر رمضان في ظل الاوراق المتاحة علينا دلوقتي خلاص ما عندكش بدايل غير انك تلعب بمحمد هاني بكرايت ويعني انا مش عارف بس امكانية محمد اشرف باك الشمال ده محمد اشرف كريم فؤاد في التلات تجارب اللي اخدها ما هو ده كريم فؤاد لسه ما جاش لسه قدام هو عنده عنده اكتر من كده كتير طبعا جدا فمحمد هاني ومحمد ما تركز عليه او تحاول تجهزه الاسبوع ده ولا اسبوع ده فترة هو ثلاث مبارات ورا بعض يحمد مداش الانتاج اللي احنا عارفين عنه يعني انا هو اتمرم معايا وانا عارف امكانياته ايه بعيد خالص بعيد خالص عن امكانيات كريم فؤاد لان كريم فؤاد في حالته بعمل لك الحتة لجمية بشكل كويس بيدافع بشكل كويس يعني موقف واحد واحد الدفاع ده محدش بيفوت منه فمش عارف لكن انا بقول على اللي انا شفته في الفترة الاخيرة دي انا في رأي ان انا قدل محمد اشرف ومحمد هاني وهيبقى ياسر ابراهيم طبعا انت ما عندكش غير ياسر ابراهيم وربيع الحقيقة يعني دول اللي عندك في غصة الملعب طبعا الو ديانج هيحللك جزء من المعضلة في غصة الملعب اه طبعا جزء كبير احنا يعني برضك بنعتبر النادر اهلي محظوظ ان المالي خرجت يعني عشان الو ديانج يبقى موجود معنا بس مهم بقى فورما انهم مشاركش برضو مشكلة الحاجة الغريبة جدا ان الو ديانج يعني القيمة الكبيرة دي ولعب قوي جدا 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 وما يشاركش مع منتقب مال يعني برضك علامات استفام معرفش دي يعني التعاملت ازاي يعني لعب قوي جدا 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 عمار حمدي لازم هو اللي جانب الحقيق عندك بقى فوق هيبقى فيه عمار مع ديانج مع ديانج عنده كميات جدي بشكل مجهود ومجهود ومع سرعات ويعرف فيين لك مستحيات ويدرب ارض عنده حاجات كتيرة كويسة عندك حسين الشحات طبعا لازم هو موجود لانك ما فيش بدايل افشة افشة طبعا رقم 10 نحنا نلعب الاربعة اتنين ثلاثة واحد نحن الشمال بقى فيها الحقيقة طبعا انا مع احترام كمان مكسوني لازم ما يبدأش خالص بصراحة صعب جدا صعب جدا 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 يعني انا المباراة اللي فاتت فيه ثلاث فرص لو جاب منهم جولين هيساعدنا في المباراة لا صعب صعب لان حتى المباراة اللعبها كمان مع انه بدنيا كان حاضر لكن كان عنده قرار فيه مشكلة بس القرار فيه مشكلة ده مش من المواطس ده مش من المواطس سموحة من التجارب كلها اللي خادها هو عنده مشكلة القرار ما بيقضوش فيه بط إجامل جدا بط إجامل جلال يجب جول ده لازم يقعد يأخذ وقت لغاة ما الرجل المدافع يجي يلتحم معه وانه ما كانش كده في السنة السيزن اللي فات يعني يعني ده كان بعد ويشهوت ومعرفش يعني غريبة شوية برضو فكرة انه يبقى يعني جمهور برضو بيتابع يعني جمهور احنا نشغالين في السيزن ده جمهور رعينه على اللعيب ده ويقول لك اه يا سلام لو اللعيب ده شوفه في الاهلي الموسم الجاي وهاكذا فبالنسبة للناس غريبة شوية نجم يبقى متقلق وتبقى انت متأكد من قماشا من الورق يعني الامكانيات بتاعت الاسم ده محترمة جدا ويجي يتراجع بالشكل ده كابتر رمضان بص اقول لك حاجة هي دي مش على مستوى النادي الاهلي على مستوى العالم كله انت بتشوف نجوم زي مثلا هزور مثلا لما رح ريال مدريد يعني ده صفر يعني صفر تخيل ان درجة ادارة ريال مدريد والادارة الفنية يشوف نادي ده كان عملاق في الدورة الانجليزية عملاق في الدورة الانجليزية وهو اللي بنكاس فرقته وهو قوي جدا وهو اللي بيقود منتخب بلجيك وبالزبط في هقيقة في العيبة بتحصل جوه المنظومة او جوه الجماعية بتاعت الفرقة دي او جوه التيم ده في رأس الحرب رأس الحرب دي مشكلة يعني تلعب مين هو معه مين رأس حرب غير معه يعني يوظف حد كرأس حرب يعني حتى برسيتاو كان ممكن توظفه رأس حرب بس خلاص برسيتاو 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 أربع أسابيع خبرة برسيتاو أربع أسابيع لا لا يبقى ما فيش غير أحمد سيد غريب يعني ما عندك شي ما عندك شي غير أحمد سيد غريب نتمنى في ظروف صعبة جدا كنا مستفشلين خير بالمشاركة وما زلنا خلينا بقوله برضو أنا متفائل وخدوا بالكم برضو شيء بشيء يسكر كابتل رمضان خلينا نقول أنه مونتراي يعاني من إصابات مهمة لعدد من لعبته وعنده نفس الظروف المشابهة للمشاركة اللاعبين الدوليين اللي بيشاركوا في تصفيات أمريكا الشمالية والجنوبية يعني المنتخب المكسيكي في لعيبة من مونتراي وفي بعض اللاعبين منهم محترفين من أمريكا الجنوبية بالتالي مشاركين مع منتخبات بلادهم في تصفيات كاس العالم هيخلصوا يوم اثنين ويوم ثلاثة فبالتالي في صعوبة كبيرة جدا أنه عدد من اللاعبين تلحق مع تشارك في بطول كاس العالم بالإضافة لإصابة اثنين من اللاعبين الأساسية منهم مهاجم مونتراي الأساسي بإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالتالي هيغيب برضو عن المشاركة فظروفهم صعبة زينا يعني الظروف صعبة مش علينا لوحدنا نتمنى ان شاء الله بإذن الله بس لازم برضك الحقيقة نقول أننا الأهلي هيبقى اتظلم ظلم كبير جدا طبعا على كل المستوى على كل المستوى نورتنا وشرفتنا كل التوفيل للأهلي بكرة والأهم طبعا المواجهة المنتظرة مصر والمغرب في أمم أفريقيا مواجهة كلاسيكية ترجعنا لذكرات كتير جدا جمعت بين مصر والمغرب لكن أنا متفائل زي ما قلت لكم لما بنقابل المغرب سواء بنخسر منهم أو بنكسب بنفوز أو بنحق اللقب بكرة طبعا المكسب ضرورة ما يقبلش الاسم على الاتنين إن شاء الله بإذن الله يعني لازم نكسب بكرة لكن إن شاء الله كل التوفيل لأبطالنا في مواجهة المغرب يقدموننا عرض يشرف كده وإن شاء الله بإذن الله يمكن بدين في الكاميرون وكلامنا عن كاس العالم طبعا مستمر على مدار الإسبوع وكله وانتابع تحضيرات والسعادات الفريق وأقول لكم على آخر المستجدات لحظة بلحظة بداية من سفر البعثة إن شاء الله على شاشة الأهلي في السادسة يوم الاتنين اللي جاي